مرحبا بكم لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله رح نحضروا من الاكتر الوصفات المطلوبة رح نكملوا في سلسلة المشاريع وبالتحديد مشروع المقحى اليوم رح ندير كيك المحلج هذه طلبتوها مني خدمت هذه الوصفة عدة مرات المقحى تزوجي طبعا وقعت رواج يعني مشيت بشكل جيد اليوم بتحديد يعني باش بارتاجيز 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 معك ملاقصات يعني لي مش رح نخدم هالو ليح فالمقادر اليوم حرصت ان شكل مقادر يعني مضبوطة وما حبيته تنiałem بالميزان هكى ب賭ق تلبية طالبتو للش appreciated كلنا مشروع لو Srps على الرحلة استخدامه وكم نحضر ب CV's أن يجاع ما يتخدامه سايعة الكاثر ابنتهي يعني وستاليوي وربعين ميليللتر هذه الساعة وهان قد هي نحتاجه من الجزار من الحياة سين Nevada تبضلوا تسياريز و اصلا صونجو و اصلا صونجو و هنا عندي مبدئيا نزوج كسانا فارينا على كل حال فارينا تكون نشوفها لدرجة الامتصاص هنا عندي ملعقة عصير ليمون لتقدروا تعودها بملعقة خل عندي مبشور ليمونة و عندي ملعقة صغيرة لفاني اذا الفور حطيته يصخن على 160 درجة والمولتال كيك ها هو دهنته بالزبدة و غبرته بالفارينا دو نقيسه لكم واهم جمسيته في المقادير اللي هي ربعة بيضات والبيض يكون بدرجة حرارة الغرفة اذا نروح لطريقة التحضير اذا في الوعاء نحط البيض لطريقة البنت مع الفارينا اراني قمت بكيس بتا خميرة الحلوة و ازن 10 قرام بعد نكتب لكم المقادير لاني مخليته في الكيس وعليبي هنسيته باستنو اضطره و هوراه مع الفارينا نحط لاباني والسكر و نوجد زيت حدايا بس كرة حمباد نضيفه على شكل خيط رافع نخفق جيدا نغيب الفوي بالاباتر البيض مع السكر نزيد مبشور الليمون نضيف و نبدأ نضيف زيت تدريجين على شكل خيط رافع مع الخفق المكتمر نضيف الحليب نضيف الكيس الول الفارينا نضيفه كامل أما الثاني فهو اللي نضيفه بالتدريج و نخلط بهذا الشكل غير بالعقل نبدأ نضيف الكيس الثاني تدريجية و نقولكم نضيفه كامل ولا لا نضيفه ، إذا كما راكمت تلاحظوا تقريبا نضيف الكيس الثاني يعني كاس كامل و كاس ثاني كاس الـ نضيف هذه الملعقة عصير الليمون او الخل نضيف هذه الطريقة نضيف الملعقة و نضيف الخليط نضيف الخليط نضيف الملعقة نضيف السلطة نضيف الملعقة نضيف الملعقة هنا عجبت ماء مطلج من المجمد ندير فيها السكين بهذا الشكل وندير هذا الخط بهذا الشكل في الوسط والان راح ندخله في الفرن نقودكم حتى يصل مسبقة 160 درجة و راح نخليه حتى يطيب تماما حتى يطلع منيح ما نحلوش ابدا عليه الفرن وهذه ملاحظة مهمة جدا اول نسب ساعة ما نحلوش خلاها عليه الفوق نخلوه حتى يحكم ملاحظة و لما تشوفوه بليبدأ يحمر شوية من الاطراف او يحمر مليح تم حلو الفرن شاعلو عليه بايزيد ياخد لون ذهبي من الفوق اذا راح نطيبو و نرجع عليكم هاو ديكم لبنات الكيكة بعد ما طاب انا استغرق لي خمسين دقيقة فطيب يعني حسبتها لكم بدقيقة وشنو ما يعني متقيدوش بيا انا بسكو كل واحدة و الفرن انت حكاين ما يطيبش وكاين تاني لي يعني قادر يطيب لها ليهليه هاو كمانا كما تلاحضو الشق لي يجي عكا من الفوق وده النتيجة للقطة اللي قدرناها هاديك انت السبكين انا بصراحة محليت خلاص عليها الفور خليتو حتى وحده يعني لما تضخن جيدا الفرن من الفوق هو ليخلاه يحمر مليح وياخد هاد اللون الذهابي ما نقسموش حتى يبرد تماما يعني نخلوه حتى يبرد مليح وساعد نقسموه لان مش راح نديلو راح ناخد تحبوا المربع ولا لاجيلي انا ما عنديش مربع فرح ندهنو من الفوق باللاجيلي بها الطريقة بها الطريقة تزين زينو كما حبيته اذا حبيته عالي على هك زيدوا البيض وطبعا كي زيدوا البيض لازم زيدوا كذلك لخميرة وديما نقول لكم بلي البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة لازم ما تديروش البيض هو بارد هذا من الاسباب يتخليه يحبط في الفرد كما راكم تلاحظون ان يزين فيه باللوز اي في المحمر ولا تحبوه بالكوكاو اذا مش عندكم اذا اللي بنات قد تخليه يبرد تماما الساعة تقسموه هنا هنا يعني ما تصبرت هناك تقسموه تقسموه بالموز متى المنشار لاحظوا كيفش يجي يجي روعة يعني ما شاء الله خفيف واسفنجي ريحة لباني والليمون رائعة لاحظوا انشاء الله انشاء الله تكون الوصف انتع اليوم عزبتكم وتجربوها وتخلوا لي اراءكم في التعليقات هذا هو الفيديو انتا اليوم اخواتي نلتقي في الفيديو لاحق دمتم في رعاية الله وحب لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة